السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في تغطية حصرية لأعمال جمعية المودة للتنمية الأسرية اليوم لدينا برنامج مستقر لزيارة المحبونين للأسر المنفصلة شخصية أبو مودة وشخصية وداد انطلق مشروع مستقر نظرا لحاجة الأسر المنفصلة في منطقة مكة المكرمة والمحكمة العامة ومحكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ بيئة مكانية آمنة مستقرة لالتقاء لبوين المفصلين بأبنائهم بعد الحكم القضائي الأبناء مع شخصية أبو مودة في موقر الجمعي وبعد قليل إن شاء الله توزيع الهدايا لكم معنا الآن الأساذ سلطان الشهراني مدير برنامج مستقر هنا بجمعية المودة للتنمية الأسرية السلطان أهلا وسهلا فيك باختصار كلمنا نقدم خدمة تنفيذ الاختام القوية والزيارة في داخل الجمعية هي الخدمة الجيدة عن ما تقوم الخدمة به في الشرق أو في المحاكم طبعا الهدف الأساسي من وجود الخدمة هنا اللي هو أن تقوم الخدمة على تحية نفسية عالية مقدمة بالمستقرين تحية نفسية جودة الخدمة المقدمة جيدة جدا حتى لا يشعر الفرد اللي يعني من دوات التحل المفصلين أن هناك فرق بينه وبين الأفراد الأخير في الختم سلطان شكرا لك على هذه الثواني أخذناك من زحمة الناس يضيك العارفية سلام أبو مود وش قاعد تتوي اليوم بالجمعية مع الأطفال شكرا لك استقبال عند الباب واللعب من الأطفال معنا الطفلة الحبوبة اللي أخذت اليوم الهدية وتصورت أوشي كيف حالك طيبة تسميك بلايك انتي مبسوطة أخذت الهدية ورينا هدية بكيشية أبو إيلين أهلا وسهلا بك أهلا واليوم أنت طبعا أحد مسافيري الجمعية تكلمنا عن أول شيء الخدمات وماذا ترى أول شيء أوجه شكر لكل القائمين على الجمعية الجهود اللي بيقوموا بها أنا بصراحة نلاحظها شخصيا الحالات اللي بيتعالجها الجمعية وتولى القيامة على أمورها كمية كبيرة من الحالات كل أسف أنا اليوم جيت عشان بنتي مقرر لها موعد زيارة تشوف أمها بنتي في حضانتي وجاية تشوف أمها كل ختام أنا أأكد مو أعتقد وأجزم أنه هؤلاء أطفال أبرياء أبو مودع اشتبوا للأطفال اللي موجودين اليوم معانا الأطفال أحباب الله ونحن موجودين هنا عشان نسعدهم موقع الشفاعة شكرا لك كما انت إنسألة license هنا صالة انتظار الرجال وصالة انتظار السيدات وهنا مكاتب الإرشاد الأسري ونزال استقبال الحالات في الرامج المستقبل أستاذ سلطان في ختام اليوم ماذا تقول؟ الحمد لله إن شاء الله نتمنى من الله عز وجل أن نكون وفقنا لخدمة المستفيدين جميعا وأن ننحس الوضاع في الختام أستودعكم الله ونلقاكم بإذن الله في تغطياتهم عن المودة هذا محدثكم عمر بن عبد العزيز اشتركوا في القناة